الحديث حول هذا الموضوع معنا مباشرة من بغداد المحلل السياسي رحيم الشمري أهلا بك سيد شمري معنا في مساء العراق إذن أزمة قديمة حديثة تتكرر كل عام منذ 17 عاما متى ينتهي الحديث عنها برأيك يا سيدي الفساد المستشري خصوصا في أمانة بغداد والذي يعرفه أهل بغداد والشعب العراقي من يجيء به كأمين للعاصمة أيضا الوكلاء الثلاثة الموجودون طبعا أمين العاصمة بدرجة وزير الوكلاء الثلاثة بدرجة وكيل وزير وأربعة عشر مديرا عاما لأن بغداد فيها أربعة عشر وحدة إدارية بلدية تابعة لأمانة بغداد المشكلة أنه على مدى سنوات مضت نحن نلاحظ كانت تجري صيانة دورية قبل موسم الأمطار في شهر تسعة لأن الأمطار تبدأ في نهاية الشهر العاشر لكنها تأخرت قليلا هذا العام طبعا أول هطول للأمطار يقصد بها بالعامية أول مطرة لا تعتبر أمطارا نهائيا لأن الأرض تكون جافة لكن بغداد فيها شبكة أمطار وشبكة مجاري من عام 1952 طورت يعني 90% من المشاريع المنفذة هي ما قبل 2003 لم تنفذ إلا القليل هل يعقل سيد شمري إذا نتحدث أن كل عام لو أن كل عام جرت هناك مشاريع على المستوى بالحد الأدنى لتطوير بعض شبكات الصرف الصحي التي تعاني من مشاكل لما واجهنا هذه المشكلة ليس كذلك يا سيدي حدث أنه لا توجد صيانة في الشهر التاسع والسبب معروف يعني أمانة بغداد لديها إيرادات خاصة من الإيجارات ومن العقارات ومن الجباية والمواطن يقدم كل شيء وهناك معاناة من رسوم الجباية ورسوم الضرائب المرتفعة حتى في حالات الوباء تم جباية الضرائب والمحلات وهذه ظروف قاهرة على الدولة أن تتوجه أما لخفضها أو تلغيها أو تعطيها لشركات خاصة للصيانة الشبكة الموجودة في العاصمة بغداد من شركات سويسرية وبريطانية ولبنانية وأيضا في أوجه عمل شركات العمار الأراقية التي نفذت في الخمسينات والستينات والسبعينات وهي عملاقة وتتسأل كل شيء لكن تملأها الأوساخ تملأها عدم الصيانة التخصفات التقادم الزمني نتحدث هنا سيد شمري عن فساد ينخر أمانة بغداد أم نتحدث عن سوء التخطيط أربك عمل أمانة بغداد هو الفساد الذي يخلق الفوضى ويخلق التشتت ويخلق هذه المعاناة من قبل الناس ومن الخدمات نعم أمين بغداد يقول لا وجود لموجة أمطار خلال ساعات من هطول الأمطار التي لم تتجاوز الأربع ساعات متفرقة من هطول الأمطار غرقت ما يقارب من نصف عاصمة جميعنا سيد شمري جميعنا تابعنا وشاهدنا مقاطع فيديو من مختلف مناطق بغداد وتظهر الحالة المزرية حقيقة لما وصلت إليه العاصمة لكن رئيس الوزراء استنفر جهود ثمان وزارات بما فيها وزارات الخدمية وحتى السيارات الحوضية لجهاز مكافحة الأرهاب تدخلت هذا الموضوع نحن أمام موسم الشتاء والجميع يعرف أن موسم الشتاء تهطل عليه في العراق أمطار غزيرة قد تشبه السيول كما ذكر في تقريركم هذه تحتاج لتدخل مباشر وتغيير أمين العاصمة وفكه من الأحزاب والكتل السياسية الأمين السابقة سيطرت عليه الكتل السياسية التي جاء بها رئيس الوزراء السابق وتمسك بها الذي بعده إذن هي سلسلة من المشاكل ربما تبتدل بالفساد والضغوط السياسية ولا تنتهي بحل هذه أيضا الإشكاليات من بغداد المحلل السياسي رحيم شمري شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا لوجودك معنا